احنا يعني في عنا زاوي التفقيف المدني اللي من خلالها من واعي الأطفال في أراضي 48 الأراضي اللي تهجر منها أجدادنا 48 يتعرفوا شو هي المدن اللي تهجرنا منها لأنه في كتير أطفال يعني ما بعرفوا أسماء المدن ممكن هو بعرف من يافا بس ما بعرف أسماء مدن تاني احنا يعني معنين انهم هم يعرفوا هاي المدن لأنه بصراحة احنا من هاجنا الفلسطيني يعني ما أعطى القضية حقها في الموضوع فاحنا بنركز في زاوية التفقيف المدني على هاي القضايا المهمة احنا تهجرنا من يافا واليوم جايين نحكي عن حقنا بالعودة وبننكافل لحد يتمنى نرجع لأراضينا في يافا وأراضينا بحيفا والليد والرملة احنا من يافا وتهجرنا وتهجر أجدادنا بعدها هلأ احنا راح نضلنا متماسكين في الأراض لحتية ما منفضها احنا ما منرود على أي حدا بيحكي لنا أنه هاي الأرض مش أرضكم وحب أقولكم أنه مفتاح العودة لساته معنا وراح نفتح يوم من الأيام في بيوتنا أنا بحيف فلسطين ومهما زادوا الشهداء وزادوا الأسرة والجرحة احنا ما منستسلم لأنه أرضنا هاي راح نرجعها حقنا في العودة وحق الأسرة وكل الثوابت الوطنية هلأ أطفالنا كلهم حافظينها وعايشين يعني أساس إنهم احنا نوصل لهاي القضايا ونحققها في يوم من الأيام أنا وأبوي وجدي وذريتي أنا كل يتنا نعتبر لاجئين فلسطينيين لنا حق العودة وحق العودة لا يسقط بالتقادم ولا يحق لأي كان التصرف بحق العودة لأنه حق شخصي وليس حق لأي كان إذا هناك من يريد أن يتحدث عن حق العودة وعن أي قضية يجب أن يتحدث مع كل شخص فلسطيني يعني إذا احنا 9 مليون يتحدث مع 9 مليون فردا فردا لأنه حق شخصي وليس حق جماعي أو ليس حق بأي منطق كان فبالتالي لا يحق لأي كان أن يتحدث بحق العودة إلا الفلسطينيين وحقهم بالعودة إلى وطنهم الذي يهجروا منه وأيضا تقرير المصير لكفلته لهم المتحدة لكافة شعوب العالم سنة 1946 وأقرته لشعبنا الفلسطيني سنة 1969 هذا الحق حق تقرير المصير هو حقنا كشعب فلسطيني وأقرروا أن الأمريكان تحديدا سنة 1994 لفلسطين ولجنوب أفريقيا بعدما كانوا يتعامل معنا كقضية إنسانية أصبحنا ليس قضية إنسانية هي قضية حق العودة وأحثوا وتحاوروا مع المحتل من أجل أن يعادة المشردين والذين تشردوا وشتتهم من كافة مقارد فبالتالي حقنا هو حق مشروع حق كفلة وكافة الموثيق الدولية حق العودة هو حق فردي وجماعي حقنا العرب والبلاد كانت للجميع إحنا نولدنا طبعا أنا من الناس اللي رحت وفرجاني أبوي على وين كانت العرب موجودة طبعا معظم العائلات كانوا يفرجوا أولادهم من وين كان أصلا علتهم وكذا فارتبطنا في أرضنا ضل مجروع في دماغنا فلسطين موجودة وظلنا حافظين أن حقنا هذا العودة أنه نرجع على بلادنا هو حق ما حدا بيجب مملك أنه يتنازل عنه أو أنه يكون مسؤول عنه هو حق فردي وحق جماعي للكل وإحنا مصررين عليه ولحد الآن رح نظل نستنى في حقنا أنه نرجع على بلادنا الله أقول لهم حق العودة وهذا حقنا هذا حق ومطلبنا الأول والأخير فأنتوا يعني الشباب وتفهموا وما شاء الله عليكم إحنا سرنا في سن كبير الله خليك فأنتوا الأمل فيكم إنتوا إن كانوا بدكوا ترجعوا والذي تصير عودة تصير عودة على أيديكم أو أيدينا ولادكم بنا نرجع بنا نرجع عودة 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 بنا نرجع لأرضنا بنا نرجع وأرحب بسيد خضر ديبس وهو ناشط مجتمعي ولاجئ فلسطيني من قرية بيت نتيف اشتحياتي لك أخي خضر مساء الخير مساء الخير كان الحديث عن عودة اللاجئين بين أمل وبين حلم وبين اليوم الحقيقة مرة أخرى عم نشوف الكلام على أنه يقع في مساحة الحق واليقين وما شاهدناه في التقرير يرينا أنه ربما الحماسة أكثر يعني الأجداد كانوا ينتظروا تصير تغيرات تبدلات الجيل اللي بعديهم حلموا اليوم من نشوف هذا الجيل يعود إلى مساحة الحق واليقين هل توطينا فكرة على أهمية فعاليات من هذا النوع والهي يعني يتم التركيز عليها بشكل مستمر هل يعني الأهداف فيها مرسومة ومخططة وتجمع بين العاطفة والحق أيضا يعني العاطفة والواقع يعني في البداية مساء الخير لك سيد جرير ولكل أهلنا وشعبنا في الأردن الشقيق حمات قضيتنا المقدسية وحمات المسجد الأقصى المبارك في البداية بحب أكد أن يعني حق العودة هو حق فردي وجماعي ولا يحق لأي كان أن يتنازل أو يتخلى عن حق العودة أو يفرض على أبناء شعبنا التنازل عن حق العودة لأنه هذا حق شخصي وجماعي كفلته الشرائع الدولية كفلته قوانين هيئة الأمم المتحدة وكفله أيضا حقنا في هذه الأرض التي اغتصبها الاحتلال الإسرائيلي من خلال عصاباته الإجرامية في آنذاك إيرجين وشتيرن وهذه العصابات قامت الاستلاء والقتل والتدمير في قرانا الفلسطينية بحيث أن أهلنا في تلك القرى قاموا بحماية أنفسهم من هذا القتل وبمساعدة كانت بريطانية في ذلك الوقت حيث كانت المساعدة بشكل كبير من خلال العسكر ومن خلال توفير السلاح للعصابات الصهيونية لقتل المزيد المزيد من أبناء شعبنا وتهجير من لم يقتل من هذه الأراضي وهذا الأمر استمر في ذاكرتنا نحن الفلسطينيين جيلا بعد جيلنا توارطه كما توارطناه من أجدادنا ورثه آباؤنا ونحن ورثناه من آبائنا لنورثه لأبنائنا ولأبناء أبنائنا وهذا يتأتى ليس فقط أن نقول أن خضر الدبس هو من قرية بيت نتيف يجب على أبناء خضر الدبس وأحفاد خضر الدبس أن يشاهدوا هذه القرية قرية بيت نتيف كيف احتلها الاحتلال الإسرائيلي كيف ضمرها الاحتلال الإسرائيلي كيف عات فيها فسادا من خلال حملة التبجير أو التهجير أو التدمير الممنهجة التي مارسها الاحتلال يلغي الشواهد التاريخية في وجود شعب كان يسكن في هذه القرية وهذا ما شاهدناه في العديد المئات من القرى الفلسطينية المهجرة نعم هذا يدعونا إلى التساؤل في قضية مثل هذه الفعاليات أن تكون في مخيمات اللاجئين وأن تكون في كل المدن وكل القرى التي لم تهجر صحيح أنها أراضي محتلة لكنها ثابتة على ما هي عليه منذ أن وجدت من هذه الناحية وأنا قلت لك في البداية كلما كان هذا الأمر مدروس ومخطط بشكل جيد خاصة وقد قيل في التقرير بأن هذه المساء العودة للاجئين بعيدة جدا عن المناهج التدريس وفي الغالب لا يتم الحديث عنها فلذلك الآن نحن أمام حملة للتذكير ولتثبيت الجذور فإلى أي مدى يعني توجد هذه الحالة القائمة على منهجية معينة يعني في بداية التسعينيات وما بعد اتفاق أوصله تم تشكيل لجان شعبية في المخيمات في كل مخيم فلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الشتات تم تشكيل لجنة شعبية ومركز نسوي ومركز للطفول ومركز الطفل في كل هذه المخيمات وهذه المؤسسات بدأت تأخذ على عاتقها ترسيخ حق العودة في ذهن الأطفال والشباب ومن لم يعيش هذه الفترة من النكبة لدى شعبنا الفلسطيني هناك يعني في المراكز النسوية والمراكز الطفولة هي برامج أسبوعية حول هذا الأمر من خلال العديد جملة من الأنشط سواء كانت رياضية هي تخصص بأسم قرية معينة من قرى الفلسطينية للأطفال المشاركين إحدى القرى في المراكز النسوية أنشطة دائمة ومستمرة للتذكير بحق العودة سواء بعمل الأثواب والتطريز والطراط وخلق مشاهدة لما كان يلبسناه نساؤنا في القرى المهجرة يعدنا النساء تطريزه وإنشاهه وبيعه لمن يرغب وأيضا في المراكز الطفولة يكون ذلك من خلال المخيمات الصيفية التي تقوم سنويا بعملها لمدة شهر كامل ومن خلال هذا الموضوع يقوموا بعمل جولات ورحلات إلى قرى مهجرة في هذا الجانب وأريد أن أستذكر في هذا الأمر في بداية التمانينات حينما طفرت إنشاء المجموعات الكشفية في فلسطين وأصبح في كل مخيم وفي كل قرية وفي كل مدينة مجموعات كشفية بدأ الاتحاد الكشفي في حينه بعمل برنامج تعرف على بلدك هذا البرنامج يعني لاقى نجاحا كبيرا لدى المجموعات الكشفية من خلال الرحلات الخلوية وكانت هذه الرحلات إلى القرى المهجرة وعمل ومبيت في هذه القرى وبدأ الاحتلال بالتنكيل ومنع إعطاء التصريح للتواجد في هذه القرى هذا يعني منذ ذلك تلك الفترة ونحن لم ننسى أن نضع في أذهان أطفالنا عودتهم إلى قرى نعم هذا يقودنا إلى الجانب معين حضرتك تعرف أن موضوع اللاجئين وموضوع القدس في اتفاقيات أسلو كان من قضايا المرحلة النهائية ورأينا ما الذي يجري في القدس ورأينا أيضا فيما يتعلق باللاجئين أن الاحتلال يحاول من خلال ممارساته اليومية وما يفعله في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أنه الآن الناس تفكر يعني كيف الناس الموجودين الآن يفكروا كيف يمشوا أمورهم وبالتالي قضية اللاجئين هذه يعني قضية ما هياش أولوية هل ترى أن هذا الذي يجري الآن يجعل من ملف اللاجئين على سبيل المثال كما كنا قبل شوية نتكلم على موضوع القدس مش ملفات يعني مرحلة نهائية هي ملفات مرحلة قائمة يعني نحن اللاجئين وأعتبر نفسي يعني إذا أتيح لي أو أجيز لي أنا أتحدث باسم جموع اللاجئين وكما قلت في البداية أن حق العودة هو حق فردي وجماعي ولا أحد يستطيع أن يلغي مننا هذا الحق سواء كان باتفاقات سياسية باتفاق أصله أو من خلال اتفاقيات فردية وفوق الطاولة أو من تحت الطاولة لا أحد يلغي حقنا نحن كلاجئين ما لنا وما للسياسيين نحن هجرنا من أراضينا لا أحد يمنعنا أو أحد يفرض علي أنا كلاجئ من قرية بيت نتيف أن أنسى هذه القرية التي طرد الاحتلال والدي وجدي وأعمامي من هذه القرية وجميع أفراد هذه البلدة لا أحد يستطيع أو يتجرأ أن يفرض علي أن أنسى هذا الحق أو أن أنسى قريتي وأريد هنا أن أستذكر حادثة حصلت من خلال وزارة الخارجية الأمريكية وهذا كان قبل أكثر من عشر سنوات حينما أتى موظف من الصفارة الأمريكية يريد أن يطرح علينا نحن في مخيم شعفات وهو البداية عن الحق وممارسة الحق ويريد أن يقنعنا بأن لكم حق ولكن كيف نمارس هذا الحق وهنا يعني بدأت عدة مداولات في هذا الموضوع كان آخرها بأنني قد قمت بأخذ هاتف موظفة في الصفارة الأمريكية موجودة على طاولتها ووضعته في جيبي فبدأت تطالب في هذا الهاتف وفي النهاية رفضت أعطيها إياه وحتى أبكت أنزلت الدموع على الهاتف وبعدها قمت بتسليمها الهاتف وقلت لها هذا هاتفك ولكنه حقي أنتم تساوموننا على وطن وتبكين على هاتف هذا هو الفرق بيننا كشعب فلسطيني وبينهم نحن مستمرون في أن نؤكد أننا أصحاب هذه القرى المهجرة أصحاب هذا الحق ولن نتنازل عن هذا الحق من خلال أنا أقول لك أننا في كل عام أبناء قرية بيت نتيف نأخذ جميع أفراد لأننا نحمل الهوية المقدسية ونسكن في مدينة القدس ونستطيع التجول نأخذ كل أفراد العائلة إلى قرية بيت نتيف أطفالا حتى من عمر سنتين نأخذهم إلى هذه القرية ونتجول في البلدة المهجرة ونقول لهم هنا المسجد هنا المدرسة هنا بيتي جدي هنا الشجرة هنا كان يجلس والدي هذا نحن في مخيم شعفات سواء نحن في بيت نتيف أو من أبناء قرى العباسية أو أبناء قرية بيت نتيف أو أبناء إيالو كل أبناء القرى يتوجهون إلى قرىهم في ذكرى احتلال القرية يتوجهون إلى القرية لتذكير أبنائنا ولترسيخ حق العودة في أذهان أبنائنا بأن هذه القرية لنا وستبقى لنا الشيء الغريب بأستاذ خضر أنه هم تحت ادعاء يعني من آلاف السنين أنهم كانوا على هذه الأرض في حق عودة لكن الناس أهل الأرض اللي هم عليها ما عندهم حق عودة يعني هذه المفارقة العجيبة وفي المقابل أيضا من وقت لآخر ظل تجي أفكار من الجانب الإسرائيلي بأنه فكرة الوطن البديل من الوقت لآخر بمعنى أنه هالناس الموجودين يبقوا أينما هم ولا يأخذون في الاعتبار ما يشاهدونه على أرض فلسطين نفسها ففي هذه المعادلة يعني كيف يمكن أن يتشكل خطاب متجدد في هذه المسألة حتى لا يضل حديث كلمة اللاجئين والذين لجأوا منذ عام 48 كأنك تتكلم عن بعد قديم حيوية هذه القضية كجزء من النضال الفلسطيني إلى أي درجة يمكن أن تكون يعني ذات نهج متفق عليه يعني هم يستطيعوا أن يقولوا ما يشاءون هم يستطيعوا أن يقول بيتنا التيب بأسم عبري ما يشاءون هم يستطيعوا أن يقولوا حيفا بأسم مغاير هم يستطيعوا أن يسموا يافا بأسم مغاير ويستطيعوا أن يأتوا بأسماء ما أنظر الله بها من السلطان ويقولوا أنها هنا يستطيعوا هم يقولون أن المسجد الأقصى لهم هو هيكلهم المزعوم في المسجد الأقصى ومستمر الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى ومستمرة من خلال جلالة الملك أن المسجد الأقصى هو بدنماته الـ 144 هو ملك خالص فقط للمسلمين ولم تتنازل المملكة الأردنية الهاشمية عن وصايتها للمسجد الأقصى المملكة لم تتنازل نحن نتنازل عن قرانا ونقول ونستسلم للخداع الإسرائيلي بأن هذه القرى هي حق عودتهم لهذه القرى نحن أباؤنا وأجدادنا من آلاف السنين موجودون في هذه القرى وحقنا في هذه القرى هم يستطيعون ما يقولون ونحن نقول بالحق هذا حقنا هم يستخدمون منطق القوة ومنطق إعلامهم القوي ومنطق الدعاية ومنطق وقوف الإدارة الأمريكية إلى جانبهم ونحن الحق إلى جانبنا ولن نتنازل عن هذا الحق بكل أموالهم بكل عسكرهم بكل أجهزتهم الأمنية بكل مخابراتهم لن يسقطوا من أذهاننا حق عودتنا إلى قرانا التي هجرنا منها أنا بدي أشكرك طار الزمان أم قصر اليوم غدا نعم أنا بدي أشكرك شكرا جزيلا أولا على هالروح التي تتمتع فيها على هذه الحيوية على هذه النشاطات التي تقومون بها بدون أدنى شك هي حالة من حالات النضال التي تستحق الاحترام والتقليل شكرا لك مرة أخرى السيد خضر الدبس الناشط الشكر لكم وارك الله فيك وشكرا مرة أخرى Lipo شكرا